مشاهدين الكرام نتابع معكم المقريات نتابع الانطلاق نتابع التحدي في هذا الاداة المميز وشوطنا هنا الرابع في مجموع الاشواط والشوط الرابع الخاص هنا بهذا الانطلاق والتحدي المميز مشاهدين الكرام في هذه المسيرة والتحدي شوط الرابع الخاص بالقعدان المهجنات الأصايل نتابع صدارة نتابع شاهيد محمد بن راشد بن سرداح نكتمي من يأتي على صدارة على المقادمة وعلى المركز الأول المركز الثاني يأتينا شوان لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي وهنا الوصول من جامر لسيد محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من يأتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع والمنطلق على رابع المراكز وصل السهم لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني من يأتينا على المركز هذه اللحظات الرابع وفي المركز الخامس سالهود سيد أحمد بن سيف الزفين لمهيري من يأتينا على المركز الخامس وفي المركز السادس سادس المراكز يتواجد شاهيد سعيد بن عبيد بن خنيفة بن رشيد لإكتبه من يأتينا على المركز السادس وفي المركز السابع شاهيد سيد أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي من يأتينا هنا على المركز السابع وفي المركز الثامن المركز الثامن والمنطلق على ثامن المراكز براغ لسعيد بن راشد بن غدير لاجتبي من يأتينا مع براق على المركز الثامن وفي المركز التاسع يأتي الذهب فارس بن عبدالله بن محمد الشهري من يأتينا في هذه الانطلاقة على المركز التاسع وفي المركز العاشر المركز العاشر والمنطلق على عاشر المراكز الناوي سيف بن عبيد بن حميد بن عابد لمهيري من يأتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى دعناها على حضاراتكم في هذا الانطلاق والتحدي الجميل نعود الى صدارة نعود الى المقدمة نعود الى المركز الاول الى صدارة هذا الشوط المقدمة والمركز الاول هنا نشوان من انطلق على صدارة لحميد بن سلطان بن قددة الفلاسي من انطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول سالهود في المركز الثاني سالهود هنا متواجد احمد بن سيف الزفين لمهيري من ياتينا على المركز الثاني والثالث في المراكز جمر على المركز الثالث محمد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من ياتينا على المركز الثالث وفي المركز الرابع يأتي السهم على المركز الرابع هو ينطلق كالسهم في هذا الأداء المميز لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني من يتواجد على المركز الرابع وفي المركز الخامس هنا يأتينا شاهيد لسعيد بن عبيد بن خليفة بن رشيد من ينطلق على خامس المراقز وفي المركز السادس المركز السادس ويأتي الذهب فارس بن عبد الله بن محمد الشهري من ينطلق على المركز السادس والسابع المراكز براق قادم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير لإكتبه المحنق قادم هنا ببراق في هذا الانطلاق بينما المركز الثامن شاهين أحمد بن عتيق بن عبيد الرميسي مع شاهين هنا على المركز الثامن وتاسع المراكز القادم شاهين مطر بن نصيب بن سعيد لإكتبه وهنا الناوي من ينطلق بهذا الأداء سيف بن عبيد بن حميد بن عابد لم يهري من يأتي بهذه الانطلاقة الجميلة بهذا التحدي المميز مشاهدين القرام هنا على هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة نعود إلى الصدارة نعود إلى الصدارة نعود إلى نشوان المنطلق على صدارة المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي هو المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يبغي السلام لأهالي المرموم في هذا الانطلاق الجميل جمرياتي على ثاني المراكز الثالث السهم بثالث المراكز لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني وركز يهادي ركز عبدالهادي بن محسن مع السهم بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة بينما المركز الرابع من قليفة بن رشيد اللي يقتبه وصد براك هنا في هذا الانطلاق سعيد بن راشد بن حميد بن غدير اللي اجتبه بهذا الاداء الجميل في هذا الانطلاق الجميل ركز ابو الشبابي هنا مع براق بادائه الجميل على المركز الخامس وفي المركز السادس سالهوج في المركز السادس احمد بن سيف الزفين لمهيري وفي المركز السابع الشهري قادم مع الذهب فارس بن عبدالله بن محمد الشهري من يأتي بهذا الانطلاق السابع وفي المركز الثامن شهين احمد بن عتيق بن عبير الرميسي وصل الرفيسة مع الناوي عبدالله بن قلفان بن عدي الرفيسة الاكتباه قدم الناوي بهذه اللحظات الى صلب المنافسة وتاسع المراكز بين المركز العاشر شاهين مطار بن نصيب بن سعيد الاكتباه من ياتينا على المركز العاشر هذه هي النتائج للمراكز العشرة الاولى نعود الى صدارة نعود الى نشوار المسيطر على زمام الامور المسيطر على المقدمة على المركز الاول من بداية الانطلاقة وهو في صدارة في المقدمة في المركز الاول لحميد بن سلطان بالكديدة الفلاشي يسيطر هنا نشوارنا بكل اداء جميل وعرض مميز على صدارة على المركز الاول براق قادم براق قادم يبرق براق يبرق براق هنا لسعيد من راشد بن حمد من اغدير ليجتبي من ياتينا على ثاني المراكز والمركز ثالث ياتينا هنا شهيد لسعيد بن عبيد بن قليف بن رشيد ليجتبي والشهري مع الناوي الناوي عبدالله فارس بن عبدالله بن محمد الشهري هنا من ينطلق رابعا والسهم في المركز الخامس السهم لسعيد بن محسن بن راشد الشهواني وسلهود سلهود مع الكيلومتر الاخير أحمد بن سيف الزفين لمهيري بهذا الانطلاق والتحدي ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى الصدارة إلى براغ براغ انطلق على الصدارة انطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشهود براغ براغ لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير لاكتبه من ينطلق على الصدارة على المقدمة مع المحنك على صدارة هذا الشهود بهذا الاداء الجميل والعرض المميز المركزي الثاني شهيد لسعيد بن عبيد بن قليفة بن رشيد الليجي التبي والناوي هنا وصل الذهب 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 فارس بن عبد الله بن محمد الشهري ولكن هنا صدارة هنا المقدمة هنا المركز الاول مع براق على صدارة هذا الشوت براق على المقدمة على المركز الاول لسعيد بن راشد بن حمد بن غدير اللي يجي تبي وهنا الذهب في البركز الثاني الذهب فارس بن عبدالله بن محمد الشهري واللحظات الأخيرة الذهب وبراق هنا براق والذهب براق والذهب واللحظات الأخيرة ولكن براق هو في الفوز هو في الناموس سلام مرغم سلام تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز السعيد بن رهد بن حمد بن عبدالله بن عبدالله الشهري وفي المركز الثالث الحميد بن سلطان بالكتيدة أما على المركز الرابع من وصل مشاهدين الكرام لسعيد بن عبد بن رشيد والمركز الخامس من وصل لسيد أحمد بن سيف الزفين وسادساً سعيد بن محسن الشهواني وهنا التوقيت الزمني تسع دقائق سبعة واربعين ثانية أربع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل لبراق تهانينا لسعيد بن رهد بن حمد بن غدير الزهب من أطى على المركز الثاني لفارس بن عبدالله بن محمد الشهري وسجل تسع دقائق سبعة واربعين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية أما على المركز الثالث مشاهدين ومتابعين الكرام من أتى هنا على ثالث المراكز نشوان نحمد بن سلطان بالكتيدة الفلاسي بتسع دقائق تسعة واربعين ثانية أربع من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس هكذا مشاهدينا